طيب يا أستاذ محمد عبد الحكم هل مسألة جلوسكم كسياسيين مع بعض؟ هل مسألة يعني حارة للدريجة دي؟ مسألة دي صعبة؟ معلش يا أستاذ أسكولي أنا سنجيك معلش؟ دومية دا دا تقعد معالي شنو؟ أقعد مع دومية بحركوا كده زي القزازة دي ودراوي جيبه كيف يعني حركوا؟ انت تابع للانقلابين ما بكتر ما بكتر يعني انت صد محمد عبد الحكم معلش يا أستاذ أسكولي أستاذ أسكولي معلش، كيف أنت تقعد مع الانقلابين؟ لكن تقعد مع الناس اللي عملون به؟ أيوا هذا الآن، هذا الفاعل هذا مفعول به حين العقلية مفعول به كيف؟ ازدامنا يا عزول أنا يا جماعة يا جماعة يا جماعة نحن عندنا زمن يا جماعة عندنا زمن يا جماعة أستاذ أسكولي هادي سأسكولي يا عزول يا جماعة نحن بالطريقة دي حن نطرر أن نختم الحلقة يا جماعة نحن بالطريقة نطرر أن نختم الحلقة ونقول لكم شكرا لكم لغاء الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هلا بيكم في حلقة جديدة من برنامي زوال كافية العربي خلاص ضربته الشيّة والخورفان وشربته الشربوت وشبيعته وفضيته صح؟ طيب تعالوا مدام انتوا مبسوطين هسي وضربين اللحمة دي وضربين السمينة زي ما بقولوا نجي نشوف ذاته إحنا الحاصل في البلد شنو وخصوصا إنه إحنا لدينا فترة تقريبا من بعد عيد الفطر لغاية الحلقة دي وإحنا بنتكلم على مواضيع يعني هي بيتأثر على السودان لكن هي مواضيع خارجية فحاتصوب تأثيرها على السودان بما إنه إحنا قطعة من العالم يعني لكن نجي نشوف إحنا الحاصل اللي عندنا والتطورات الحاصلة جوى السودان شنو فحاليا السودان وصل لمرحلة من الانقسام وعدم احترام الرأي الآخر والتشدد بطريقة ما طبيعية والموضوع ده حنناقشوا في الحلقة كلها لكن نبدأ أول حاجة يعني بيشي قدام الناس وعلى عينك يا تاجر وفي وسائل الإعلام يعني بس نشوف الفيديو ده أول حاجة عشان تعرفوا إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة من الفوضى راشد يا راشد إن هؤلاء هؤلاء سبوك يتقافذون دعني 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 أتحدث دعني أتحدث مستوى المستوى الخلاكية نوديك نحن بحكومة السورة نوديك للسلعة الاستراتيجية في وزارة المالية وتنقص عن العهد فتخيل عزيز المشاهد إنه الحاجة دي بتحصل يعني على الملأ كده أمام الناس وفي التلفزيونات بالطريقة دي عدم احترام وفوضى ما طبيعية فما بالك باللي بيحصل ورا الكاميرات وفي الجلسات المغلقة في الناس اللي بيقول إحنا جابنا الشارع وقاعدين هم متصدرين الراية العام في السودان ونجي نحن نمسك الأحداث زاتها يعني بالترتيب بالتسلسل زي ما حصلت ونبدأ بموضوع الفشقة موضوع يعني اللي دايماً بيتكرر فآخر حاجة حصلت حالياً إنه مقتل مواطنين سودانيين بغض النظر عنهم عساكر ولا مدنيين الناس دي جايبين فيديوهات يعني متفاخرين إنه هم كتلوهم وبيعرضوا في جسسهم يعني بكل دم بارد والحاجة دي دايماً قاعدت تحصل يعني المرة الفاتت أو آخر مرة حصلت قبل المرة دي هجموا ودخلوا كتلوا نسوان وأطفالوا حرقوا بيوت ونزعوا أراضي فالحاجة دي متكررة دايماً بيجي بيهجموا بيجي الجيش السوداني بيقوم بيكرشون بيضربهم بيكتلهم بيطردهم ويرجعوا على أراضي يرجعهم ليوروا حدودهم بعد ذاك طوال إحنا بيشوف أسيوبيا بيقوم تولوين واي وحيوا حصلوني والجيش السوداني حمل فيني وكتلنا وحرقنا يعني يطبقوا المثل بتاع ضربني وبكى وسبغني ويشتكى وكالعادة بعدها يجي يقعدوا على أساس يتفاوضوا وأسيوبيا تيجي يقول لك والله يعني دايما الجيش الأسيوبي وداي المتمردين هم العملوا كده وإحنا ما لدينا دخل والجيش الأسيوبي ما له دخل والغريبة في الموضوع أنه يعني لما يجي يقعدوا ويتفاهموا في الموضوع ده يعني زي الجلسة الأخيرة لما العبد الفتاح البرهام مشا قاعد مع أبي أحمد وقال له الكلام ده إنه داي المتمردين طلعوا وقال لك طبعا السوداني إحنا ردت فعلنا كالعادل دايلا لا يا أسيوبيا دولة صديقة وعندنا علاقات أخوية بتربطنا معاها وإن شاء الله موضوع ده تاني واحد يتكرر وللأسف هو بيتكرر يعني زاته أنا لما نجي أشوف الحجة بتاعت أسيوبيا وعالها كده بالمنطق والعقل يقول لك داي المتمردين أسيوبيين يعني متمردين على منه؟ على الحكومة الأسيوبية طبعا السودان دخله شنو؟ يعني شايفين إحنا عسي عندنا متمردين في السودان بيشتبكوا مع الحكومة السودانية هيا كان نوعه ها ولا تاب علي وين؟ يعني المفروض المتمردين الأسيوبيين يشتبكوا مع الحكومة الأسيوبية مش يقطعوا الحدود ويجي يكتلوا السودانيين اللي ما لهم دخل أصلا بالموضوع فالحجة ذاته بقت واهية والموضوع ده لازم يتشاف له حل بعده يعني الحلول بسيطة إنت الليل لو دارت أحشد الجيش السوداني على الحدود بدعتك كده العالم ممكن يقول لك أنت بتجهز لي حرب زي ما شوفنا إحنا في الحربة الروسية الأوكرانية لما الروسيا حشدت الجيش بتاعها على الحدود الأوكرانية العالم ده كله ويقف على رجل الوحدة وقال لك الروس ده اللي بيعملوا فشنو فعشان إحنا ما نعمل الحاجة دي والعالم يقول إحنا معتدين مع إنه دي أراضينا إحنا ممكن تجيب قوات حفظ السلام وتهدي الوضع في الحدود عشان جاتوا تاني شنو أفزلوا يقول لا والله ده الغلط وده العمل وده ضربني وبكى وسبغني ويشتكى وهم بيسيطروا على الموضوع لغاية ما إحنا نشوف السودان ماشي على وين وحيحصل ليشنو ونقدر نرجع في يوم من اليوم هيبة الدولة السودانية عشان حركات زي دي تاني ما تتكرروا نجي بعد إحنا نشوف الحدث اللي بعده اللي هو 30 يونيو زي ما عارفين في كل سنة من السنوات اللي فاتت دي الأخيرة بعد الثورة في السودان السودانيين في كل 30 يونيو بيطلعوا مليونيات لكن للأسف الشديد السنة دي شايفين إحنا العدد يعني قل شديد من المليونيات السابقة يعني إحنا لو جيبنا صورة أو فيديو للمليونيات السابقة في السودان وللمليونية الأخيرة حتلقى إنه في فريق كبير والنقص واضح في أعداد الناس الطالعة فليه يا جماعة يعني إحنا وصلنا لإنه بيقى في نقص حتى في المليونيات فخلونا نشوف الناس رايشنو في الموضوع ده ونرجع نعلق عليه في رايك ليه الناس في المليونيات قلت والله يفتكر إنه عشان الموضوع أخذ ثمن طويل وما في متحققت حاجة والنازل الضغط الاقتصاديا بقت مع معايشة بقت يعني فقدت العمل بقت ما في حاجة كي تشجع منه واصله كذا والله هاينا شايف لإنه المطالب ما قعد تتحقق وكل ما يطلعوا الشارع يعني بيكتل أكتر يعني بيطلعوا الشارع يعني الناس بتموت وما بيعمل لهم حاجة فعشان كلي شايف النازل بيتقيل يعني خوفاً على حياتهم يعني وكذا لأنه يئسة من الخروج تخرج على ابنو على البرهان يعني هو البرهان الموجود حالياً بلجع كل ما اتعصر برجع للمأساسة العسكرية لا يقات إنه ما في نتيجة من الشي اللي هو بيسوي فيه يعني والله يا أخي النازل قلت في المليونيات لأنه ما لقيت فيه فايدة لقيت إنه كل ما تطلع وتنمشي والناس تموت وناس تحية ما فيه فايدة كل ما شوية الوضع ماشي لأسوأ أسوأ 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 ما فيه أي مؤشر يبرك إنه البلد دي مع الشرق قدام كان في زمان ماشر إنه البلد دي عائل بلد حيتصله وحنبنيه وبتاع لكن ما فيه ما فيه أي حي أشياء يعني شنوط تخلي الناس إنهم يطلعوا الآن القيادة ما فيه الآن ناسبتوا ما فيه قيادة صراحة أنا ولا فيه قيادة الآن النظام ده سقط ستجل الجزائم اللي كنا رافض치� أول ذاتها فديه من الأسباب يدخل المليونات تقيل إنه الشارع يرافض للهزاب وفي نفس الزمن captain ستجل الجزائم والله يا أخي زي ما تقول فيه إهباط عام عند الشباب والله يا حبيبنا فيه أسباب أنا من وجهة نظري ممكن تكون أسباب كثيرة أما من وجهة نظرك وجهة نظرك أنت أسباب كيف؟ وجهة نظري بتقول إنه أحيانا الواحد بمل يوم يطالع يوم يطالع والناس ما بتستجيب ومرات يعني شايفين إنه الأحزاب السياسية دي ما شايف شغولها هما ما على البلد هما على حيات معينة عايزة تحصلها وكلام زيدة فعشان كده الناس بيتحاول إن شنوك كل مرة المليونيات والحياة دي بتقل ده الحاصل يعني الناس ما قلت في الحقيقة آخر مليونيات 30 يونيو العدد كان كبير جدا لكن مليونيات 17 يوليو بس لنظروا في العيد وكده كدهم إنه الدعاية كان ضعيف لكن أنا شايفينه اللي عدد كان كبير جدا بتا المظهرين في الشوارع وللأسف الشديد زي ما شايفين يعني الناس بيقى عندها إحباط والناس بيقات ما عارفة ذاته البلد ماش على وين فاللي يعني الليلة الناس اللي بتطلع ذاته عشان تطالب بحقوقه والطالب بمطالب الثورة والطالب بدماء الناس اللي ماتت عشان الوطن بكده الناس ذاته طالعه هي ما عارفة روحها يحصل لها شنو يعني وما عارفين ذاته هم طالعين لشنو فإحنا المفروض يكون عندنا مطالب واضحة ويكون عندنا ناس فعلا بيتقود الحراكة اللي بيطلع ده لكن ما ممكن الناس تكون يعني الليلة أنا بس ده رفهم إنت الليلة لما تطلع ويقتلوك الجهات الأمنية أيًا كانت همنه كويس وانت يعني تقدم روحك فدل الوطن وانت عارف نفسك داير شنو أحسن مما انت طالع وما عارف انت داير شنو دي واحد لأنه انت روحك عليك في عفريت ولأنه أصلا في السودان احنا شايفين كل مرة الناس بتطلع مظاهرات بطالب بحقوق الناس والدماء اللي انهدرت في البلد دي وزاته الطالع طالب ده ممكن ما يرجع بيقتلوه ما في حق شايفين احنا بيقول لك التحقيقات جارية 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 مما سقطت الحكومة السابقة ما في اي تحقيق ولا في حاجة حاصل وكلها علامات السفام فانت لما تطلع في وضع زي دا خليك عارف انت مطالبك زاته شنو يعني احنا الانقسام اللي احنا عرضناه في الاول وللسه هنناقشه في الحلقة دي الناس زاته بيقتل يعني الشارع زاته انقسم لأكسام كتير يعني احنا ما عارفين احنا كل يوم بنصحى بنلقى في حاجة جديدة ظهرت وده مخالف ليرايدة وده مخالف ليرايدة فالحاجة دي ها جماعة بتضعفنا يعني شايفين احنا لما زمان كلنا اتفقنا على انه البشير ده وحكومته تصغط يعني الناس سبحان الله اتفقت كله على رأي واحد فقدروا يعملوا تغيير قدروا يعملوا اشيه لكن طالما اس احنا بيقينا مشتتين واحنا كلنا كلمتنا ما وحده هيقدروا يلعبوا باي زول ممكن يلعبينه واي زول ممكن يخرب الثورة واي زول ممكن لشيطنا المتظاهرين ويطلعوا منهم هم ما عارفين اي اشيه فالمفروض احنا نتفق على رأي واحد اللي احنا عاوزينها بعدين في سؤال هنا يطرح نفسه والسؤال ده للجهات الامنية في السودان يعني شايفين احنا دايما عبدالفتاح البرهان بيطلع بيقول التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون او بالدستور للمواطنين نحن لا نعتقل متظاهرين التظاهر السلمي حق مشروع تعبير عن الاراء حق مشروع لا يوجد اعتراض عليه طيب احنا شايفين الناس بيطلعوا دايما بيركزين على السلمية والناس ماسكة نفسها وما قاعدت عمل شي تظاهر عادي والناس طلعوا بالطالب بحقوقها بغض النظر حقوقها عارفين والناس دي طلعت للشارع السلميين ما عملوا اي شي ليه الناس بيتكتل ليه الناس بيقابلوها بالرصاصة الحي السبب هنا شنو يعني احنا دارين نعرف يعني حاليا هل هم طلعوا من السلمية حقتهم ما شفنا الناس دي طلعوا من السلمية حقتهم وشايفين احنا الفيديوهات والتصوير والحاجات اللي بتنزل كلها ان الناس دي عزل السلمية السلمية بقتل الشرطة وقتل العسكري وهاجمة مقار الشرطة ورّونا ما لكم يعني الليلة ما عندكم كاميرات ما في تلفونات ورّينا الناس طلعت من السلمية كيف لكن الموضوع ان الناس طلعت يعني تطلع في التليزيون تقول لهم التظاهر السلمي حق من حقوق الشعب حلو؟ الناس بتسمع كلامك ده وقول لك والله تمام انا من حقي اتظاهر اطلع اتظاهر ادو نطلقه وين هنا الحق؟ هنا بيقى ما في اي حق وبعد ما يموت ذاته ما في زل بيجيب حقه فالموضوع على ما تستفهم كميرا الجهات الامنية ورّونا يتو بتعملوا في شنو؟ دارين نعرف احنا المظاهرين دي اللي بيقتلوا من موت براهم يعني؟ وبعد المليونية بتاع الثلاثين يونيو شوفنا احنا الناس استمروا وكملوا الموضوع بيشنو؟ بالاعتصامات شوفنا احنا الاعتصامات الثلاثة الكبيرة اللي حصلت في الخرطوم وبحري ومدرمان فهنا سؤال تاني برضو للجهات الامنية يعني احنا شايفين في الاعتصامات دي ما في زل مات ما في زل يتحيبش الناس قاعدة قاعدة سلمية فهل في المليونية في زل عمل شي؟ عشان انت يبقى من حقك اصلا ذاته تضربه ببنبان خليه برصاص وهده الناس معتصمة قاعدة وهناك يعني الفريق دي قاعدة وديك ماشا فانت حارقك شنو الحركة بتوترك؟ واستمرت الاعتصامات دي خصوصا بعد خطاب البرهان الأخير اللي هو اعلن فيه انسحاب الجيش من المفاوضات او من المباحثات بتاعتهم وطالب المدنيين بانه يا جماعة انتو حلوا اموركم براها بعد ذاك تعالوا للجيش شوفوا بيحصل شنو وهو طلب منهم انه يخدتوا حكومة بتاعت كفاءات جميل جدا؟ نتابع مع بعض الخطاب وهما وابرز ما جا فيه وننقش بعد ذاك معاكم اولا عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا ثانيا بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس اعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع ثالثا حتى نسهم جميعا في وصول الحوار الى غاياته ادعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب الى التمسك بالسلمية حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع فما قدمتموه من تضحيات محل تقدير والتحقيق امالكم وطموحاتكم في الانتغال الديمقراطي لن تقف قواتكم المسلحة في طريقه اخيرا قوات المسلحة تعيد تأكيداتها السابقة بالتزامها بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من اجل الوصول الى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي وصولا لقيام انتخابات يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه وطبعا بعد الخطاب ده زيه زي اي خطاب بحصل في السودان بتلقى الناس تفرقت الى انواع كثير ففي النوع الاول اللي هو النوع المتسرع اللي هو بس بيسمع الكلمة قبل ما يفهم ذاته او يتعمق في الكلام هشنو طلعوا وقال لك شنو يلا ديال فهموا الموضوع انو المجلس قال لهم يا جماعة شنو انو احنا العساكر ديال باي باي تاني واحنا نقعد كله كله بعد داك جات هالفئة التانية اللي هي ذاته شنو نبهت هالفئة الاولى انو لا تقيقة يا زول الكلام ده ما في مجيش قال حي ولا المجلس قال حي الناس ديال عملوا التفاف على الثورة والتفاف على المسيرة الديمقراطية في البلد وقال لك انو دي مناورة وحركة تكتيكية اللي انا ما عارف ديال برهان الاف ستاشر التفاف تكتيكية ومحاولة تكتيكية نحن نراها في هذا الحد ونعتقد انها مهزومة لا محانة تمثل مناورة في تقديرنا والتراجع تكتيكي تراجع تكتيكي في ضوء الضغط الشعبي المتعاظم بعد داك ظهرت هالفئة التالتة اللي يجيقى لك لا 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 الجيش يقعد الجيش يقعد الجيش يقعد لازم الجيش يكون قاعد معنا هل انت الآن تقول بأنه لا بد من حوار مع القيادات المؤسسة العسكرية ليس الآن فقط نحن من مدة اكثر من اربعة شهر منذ ان اخرج حزب الامة خريطة الطريق كانت تتحدث عن الحوار المباشر مع المؤسسة العسكرية وكذلك رؤية قوة الحرية والتغيير التي تبنتها بالتوافق وبعد ان رحبت بالالية الثلاثية لحل المشكلة السودانية وبعدين الفئة دي ساتا يعني فئة ناس كده غريبة يعني ناس معينين يعني ما واضحين ذاتهم ما معروفين دارين شنو يعني بغير رايو كله شوية يعني قال لك لا لا احنا دارين الجيش والجيش لازم يكون موجود بعدش يجيق لك لا لا دي حكومة انقلابية وما اعرف شنو احنا ما دارينها وهذا الانقلاب العسكري مرفوض القرارات السيدة البرهان فيها اشكالات عدة اولا هو الغى العمل بالدستور انقلب على دستور كان متفقا عليه واحتكر السلطة للمؤسسة العسكرية والقيادتها واصبح هو المرجع الذي يعني يحكم على التفاصيل المختلفة دون مرجع دستوري فاذا تم تكوين حكومة ستكون تحت رحمة السلطة والسطوة والسيطرة الشمولية العسكرية لتوجيهها بان هذا مقبول وهذا مرفوض يا اخينا عرفنا احنا اختلاف الاراء يعني من كذا طرف لكن طرف واحد كل شوي بغير رايه يعني ما معروساته يعني انت شايتين وين انتوا يعني بعدين انتوا المفروض انكم تحت مضلة حزب واحد يعني انت شايت في جهة واخواتك شايتين في جهة فيشنو اثبته ليكم على راي يعني وبعد ذاك نجحنا للفئة الرابعة الفئة الرابعة اللي هو شافوا انه تصرف البرهان وتصرف المجلس العسكري والقرارات اطلعوها بالطريقة دي شايفين فيها انه فيها وصاية على الثورة او على الشعب السوداني او على الاحزاب والحكومة المهم في وصاية على البلد نظام احنا الوصيين على البلد ده ونعمل احنا الدائرينه حقا احنا البلد ده قحنا يا صاحبي ومده؟ وقاموا اضافوا لللاقات التلاتة اللي دايما كانوا يعني بيرددوها لا شرعية لا شراكة ولا تفاوض فقاموا ضافوا ليها الل؛ الرابع اللي لا وصاية خطاب الامس الازي تلاه البرهان هو الوصاية بنفسها وكل حزيب يقول لك السودان ده يعني حقنا انا اللي بحكم وجاي البرهان قال لك شنو اقعد الاحزاب يتفاهمهم فهل يا ترى الاحزاب اللي احنا شايفينها حاليا دي ممكن تقعد وتتفاهم وتطلع بحكومة بتاعت كفاءات ولا لا؟ والله يا حزابنا دي ما ظلنا تتفق لانا يعني من سنة من الاستغلال للا ما اتفقوا لهم على حاجة يعني الاحزاب صرطانية كده وامرها ما ظلنا تتفق في حاجة طيب ليه الاحزاب ما بتتفق؟ والله يمكن عشان مؤسسياته ما مبنية صاح احزاب بتاعت كينات معينة بتاعت تيارات معينة يعني ما احزاب كده وطنية فما ظلنا تتفق لانا ممكن ستين سنة ما اتفقت بمنطق ما هتتفق هالسيدي والله يا من اجهة نظري ما شايف ان الاحزاب دي هتتفق ما شايف يعني ذاته من طريقة كلام كده تحسوا انه هم اصلا ما دا انتفقوا والله خطاب البرخان في حد ذاته دي انسحاب للامام بالنسبة للشارع السوداني ما اضعف له جديد وحتى اتفاق الاحزاب وعدم اتفاق الاحزاب ما مفرود يكون هو يرنه للحاجة دي هو مفرود اسحب نفسه وفي تمثيله يمثل الشعب السوداني والله وحتى وصل الشعب السوداني حتى في التطبيع مع اسرائيل فما دي ما من مهامه ولا اساسا هو مطمئون وطبيع انه يتكلم عنها هو مطلوب عن الامن فقط والامن فقط والامن الخارج الامن الداخل ذاته وما علاقته ما عنده بعض علاقة كبيرة فدي حيات لما يصل الوزراء طيب هل ممكن الاحزاب تتفق؟ اله البرهان قال الالكلام ده هووا صغيرين انه الحزاب ما حتتتفق لذلك قال للناس اتفقوا وتعالوا لي عارف انه البلد دي الناس دي ما هتتفق طيب ليه اللي حزاب ما هتتفق؟ والله هي لانه حزاب كتير وفي نفس الوقت فيه خصاصات حاصلة فيه خصاصات ذات داخل الحزاب حاصلة والله خطوة البرهان ده جانب والله حزاب تتفق دي جانب حزاب السودان ما هتتفق أصلا ليه ما هتتفق؟ أصلا إحنا السودانين دي ما ما تربينا لانه كيف نجتمع او كيف نجتمع عشان نبني اتربينا لكيف نجتمع عشان نخرب يعني نجتمع عشان نسقط برهان لكن بعد برهان تايم نتفرتق وزي ما اجتمعنا اول عشان نسقط البشير بعد البشير تاني كل دول بقى ماشي اتجاهه براوه فما هتتفق لانه فيه ايدولوجيات مختلفة في ناصر عفضين انه السياسي السوداني الاسف الشديد انه يبحث عن الكرسي ما بحث عن مصلحة الوطن والمواطن بحث عن الكرس عشان كده ايزول بفتش مصلحة الحزبية الضيقة دي بدل مصلحة الوطن العامة يعني كده ما هتتفق والله يا اخ البرهان ده يعني خطابه ده هو خطاب فيه نوع من العقل لكنه مبطن يعني انا اقول ليه يعني انه مبطن يعني انه عارف انه النزل ما هتتفق الاحزاب ما هتتفق الحزاب الكبيرة يعني ما نسميها المهمة الاحزاب الكبيرة يعني التغليدية ما هتتفقوا وزيد على الاحزاب الجاز زادة الزيادة وزيد على على الجماعات بتاعة المسلحة الخشو مع الاحزاب الكونوا مثلا التكوين بتاعة المعارضة ده ليه ما هتتفقوا والله يزول اندروها معينة ويزول اندو استراتيجية الاحزاب الناس دي كلها مشتدة واي زول سوان كان حزب او غيره الناس السياسين دل بكون عنده اهداف وعنده تفاصيل عايز يحصلها فوالله اخي اتفاق ده ابعد مما اسمهنو انا غايته في نظري كده لكن ما معرف يمكن يتفقوا لمصلحة الوضن ويارد يكون الكلام ده صح انه يتفقوا كلام زي ده بعدين الغريب في الموضوع يعني هالليلة في خمسة وعشرين اكتوبر يعني الناس انا مركز الناس كلها در ترجع لي خمسة وعشرين اكتوبر او يقولك الى ما قبل خمسة وعشرين اكتوبر يجب على القرهان ان يعيد يعيد الدولة الى ما قبل خمسة وعشرين اكتوبر يعني بالعربي كده انا كنت وسلا وزير تمام جا حصل الانقلاب او حصل شنو الدردق اللي حصل دي نظامت خارجي انتو احنا الجيش مسكنا انا انا وزير صح طيب ليه ارجع لي قبلي ما خمسة وعشرين اكتوبر يعني لازم ارجع انا وزير او انو البلد دي ما تروك المفروض انا الليلة لو قلبي على البلد فعلا ما اناني ودار مصلحة نفسي او مصلحة الحزب بتاعي بس لو انا مصلحة البلد بتهمني بقول والله خلاص يا جماعة انا مادر ارجع وزير لكن اتمنى انو في الوزارة اللي انا كنت ماسكة يجي وزير بدلي من الكفاءات ويكون هو كفء بالمنصب ده فلازم احنا نبحث عن حكومة الكفاءات ما انو ترجعني انا دي الحاجة الحصلة حاليا وعمل المشاكل كله يواجب على الشعب السوداني ان يعلم ان هناك فريقان ان هناك فريقين وكل فريق له مطالب فريق يقول يا برهان اعد ما قبل خمسة عجل اكتوبر واعدني الى السلطة انا كاحزاب وفريق يقول يا برهان لا اريد ان اكون بديلا لتلك الاحزاب التي كانت تحكم قبل خمسة عشر اكتوبر لا اريد ان اشارك في السلطة في المرحلة الانتقالية انا اريدك يا برهان ان تعلن عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة وفي نص ما احنا قاعدين ومشتنيين انو الاحزاب تتفق عشان احنا نشوف نهاية الحجة دي شنو للأسف الشديد نفاجأ بانو القصة ما قصة انو فوضى في الاحزاب لا احنا ذاتو كشعب كمواطنين ظهرت مصايب جديدة وشوفنا احنا الفوضى اللي حصلت في النيل الازرق والكتل والناس الماتت في صراعات ونزاعات قبلية ما لها اي داعي وما في اي زول محترمة تاني وكل زول شايف نفسه هو الوصع البلد وانو هو الاحق بالبلد والتاني يطلع بره يعني شوفنا احنا فيديوهات شي يقول لك دالي الامو بوجه يطلع بره وفيديوهات يقول لك لا تقلع منهم الاراضي وتسحب منهم والارقام الوطنية وما دارينو يقعدوا في البلد يعني انت منو عشان تقرر ولا انت منو عشان تقول احنا احنا اسيادة الخرطوم ولا احنا اسيادة السودان و احنا هلا وبنرجع نحكومه ونزاع فيشنو وانحنا عندنا ميتين كاهل على مستوى السودان حيكون عندهم اعتصامات واخر اعتصام حيكون في الخرطوم 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 كان عندها سيد غيرنا نحنا اللي جينا يقابلنا العساكر في المجلس السيادة يا فرغان فتقوا عندكم كويس اذا بيجيتوا بتتهاونوا بالبلد دي وكل اتنين تلاتا قفلوا طريقوا عطلوا مصالح الناس احنا الكلام دعنا اربع وطاين والمزا الذي اخذت حدها خلاص كفاية اربع اي قبيلة تسي او تستفز قبائلة السطن تفرطا تطرط من الالليل وخاصة قبيلة الحوسة خمسة صحب الرقم الوطني من قبيلة الحوسة ستة منق قبيلة الحوسة منق قبيلة الحوسة من انزلاء في العاطينة يعني في الاخر ما انت اللي بيتحدد من المواطن السوداني ولا ما المواطن السوداني يعني انت الليلة شايف ان الزلطة لا يستحق الجنسية السودانية وهما مواطن سوداني الحاجة دي تفصل فيها لما يبقى عندنا حكومة منتخبة وحكومة شرعية وكل وزير عارف شغله بيجوا بعد ذاك للموضوع ده بيشوف من اللي الجنس ومن اللي اشتراه والحكومة بتجي بقرارات بيكون ما فيها شنو نفس النبرة العنصرية اللي قاعدة بنشوف احنا الايام الفاتت دي ولازم تعرفوا حاجة وكلكم تخدتوا الحاجة دي حلقة فاضانكم انه السودان ده بيسعنا كلنا كسودانيين والسودان يسع الجميع فما في دائل العنصرية والطريقة والنبرة بتاعتكم دي وقبل ما نختم الحلقة يعني الليلة ذات الناس اللي بتشوف انه والله يتوا قاعدين برنا ما عارفين الحاصل بتتكلم وساي وبتتفاصحوا يا خلق لنا طالع بتكلم قلبي على البلد ما ساك ليه كرسي ولا منصب زي الناس اللي احنا بنشوفهم كل يوم طالعين في الفضايات وبينظروا وبسخلوا الناس عشان يطلعوا الشارع ويتاجروا بيدمهم عشان هم يحافظوا على مناصبهم وكراسيهم يعني في الاخر زي ما تقول شنو احنا بنقعد او بنحاول نعالي المتاهة من برة لانه انتوا الجوة في المتاهة انتوا في المعمعة في زي ما بقول شنو في خط النار فما شايفين المخرج وين فيحنا بنحاول انه من برة نقول لكم يا جماعة والله المخرجة هدى لانه بنعالي المتاهة من فوق فدي كل القصة في النهاية خلاصة الكلام اللي احنا قلناه ده كله الشعب السوداني لازم يبطل العنصرية اللي قاعد بمارسه وزادت الايام الاخيرة دي ونتذكر زي ما بنقول دايما في الاعتصام كان الناس بيقول شنو يا عنصر مغرور كل البلد دارفور واتمنى انه احنا شنو نقول كل البلد سودان كلنا سودانيين مع بعض زي ما قال قبل كده دكتور جونقران احنا كلنا سودانيين ويا المدنيين يعني كان كنتوا احزاب ولا تجمعات مهنية ولا ايا كانت يتفقوا وعينوا كفاءات ورشحوهم عشان البلد دي تستقر ونقدر احنا فعلا نصلي انه في النهاية يعني المواطن السوداني ده يكون عايش مرتاح ما يتبهدل ويتكتل ويكون ارخص حاجة في الدنيا دي ويا العساكر يعني احنا لادارين منكم وصايا ولا دارين منكم ضباط شرفاء ولا دارين زولي جيقلبة ولا دارين اي شي ليكم الله يعني زي ما قلت اتشغلكم الشاغل الامن والامان يعيدوا لينا بس السيناريو بتاع سوار الذهب سلموا الحكومة دي لحكومة منتخبة وخلونا نخلص من الفوضى دي كلها عليكم الله هكفايا بحر الدم اللي احنا سابحين فيه كل يوم دي يا برهان نريدك ان تكون سوارا من ذهب يا برهان كما فعل سوار الذهب بان تعلن حكومة كفاءات وطنية مستقلة ثم بعد ذلك يعني تقيم انتخابات حرة ونزيعة وبكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية الحلقة ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتليزون العربي ومحمد عويضة ومن هنا لغاية ما نلقاكم الاسبوع الجاي بإذن الله تعالى ازال الله احيانا ومده في عمرنا تحيات اليكم محمد عويضة سلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا